خلوني أسألكو على تأثير الأزمة عليكو أنتو قبل الأطفال تأثير الأزمة تأثير مشاهد مشاهد الأطفال مشاهد القتل دكتور يعني دو أنا بلخص الموضوع أنا حزين يعني أنا بقى لي من أول الأزمة وأنا حسس بحزن مستمر وعارف إن الحزن ده مصدره إيه يعني ومش عايز أقول بقى كلام كبير زي حسس بعجزة أو حاجات كده ولكن أحسس بحزن كنت بحكي لدكتورة ماهة بما ندخل أن أنا في بعض الأحيان مش بعرف أنام غير لما يعني بقى أم نم عشان أفتح التلفزيون أتفرج على الأخبار نعرف إن ده غلط وعارف إن ده مؤذي بس فيه أحيانا بيبقى فيه رغبات ملحة كده فالموضوع صعب تقيل علينا يعني دكتورة ماهة يعني يمكن أن تجيل برضو شاف الانتفاضات شاف الانتفاضة الأولى والانتفاضة التانية كنت صغيرة شوية في الانتفاضة الأولى لكن الانتفاضة التانية يعني هذه الانتفاضات قصة محمد الدر موجودة عارفينها برضو كيف أثرت الأزمة عليك؟ لا طبعا متالي زي كل الناس إن فيه إحساس بالقلق وزي ما بقولوك كده مش عارفيني موقف هيخلص إزاي وكل يوم الدنيا مش بتنتهي بالعكس هي بتتساقط فمتالي إن إحنا كلنا حاسين بقلق ومش عاوز أقول بقى عجز بس إحساس كده إنه يعني ما حادش قادر يعمل حاجة بس أنا ما بعملش زي دكتور نبيل أنا بحاول إنه ده ما يبقاش طول الوقت بعمله لأنه يعني لما أنا كشخص بعمل كده بحيث إنه أنا على آخر اليوم ببقى معنديش أي طاقة خالص لأي حاجة ومش بشوف إنه ده مفيد لأي حد يعني الإحساس بالزم يعني بصراحة جميعنا يشعر بالزم إن إحنا عايشين في أمان بناكل بنشرب بنخرج على فكرة بنمارس حياتنا الطبيعية ناس بتتجوز ناس بتخلف الحياة عندنا مشي الحمد لله ونشعر بالأمان ونشكر الله كل يوم على البيت وعلى الحياة وعلى كل شيء صحيح ده جزء موجود لكن عندك إحساس بالزم عندنا إحساس بالزم زي إحنا عايشين والناس دي سايبينها تموت المفروض إن أنا طبعا كلنا بنحس بالزم بس المفروض إن أنا بقول لنفسي إنه ده طبيعي إن أنا أبقى عايش حياة طبيعية الطبيعي إن أنا أبقى عارف أنام وبعارف ببعندي بيت وبعندي سقف وبعندي كهرباء وبعندي إنترنت وبعندي أكل وشرب وشغل وأصدقاء وبحس بالأمان ده الطبيعي وإنه اللي بيحصل ده هو مش الطبيعي وبالتالي بحس إنه لا ده من حقي ده حقوقي إن أنا أعيش الحياة دي وأحل موضوع الزنب ده بإن أنا بساعد على قد مقدر سواء بإن أنا بديع لهم أو إن أنا بكتب على الحاجة على السوشيال ميديا أو إن أنا بروح أتبرع أو إن أنا بتكلم مع أولادي على الموضوع وبشرح لهم يعني أعتقد إنه الإحساس بالزنب في حد ذاته هو شيء مؤذي إن لم يتحول إلى تطمين أو دعم أو إنه أنا ده حقي حقي إن أنا أعيش بشكل كويس هل ده بيتحول كمان إلى إحساس بالرضى؟ يعني ممكن نبقى غضبانين من حاجات كتيرة جدا متخنقين في البيت عندنا مشاكل حد ماشي عربيته تخبطت مش عارفة مين جراله إيه أمور كثيرة لكن تشعر تحسي بعد كده بالرضى إن كل دي مشاكل صغيرة جدا مقارنة بالمشاهد اللي بنشوفها الناس اللي بيوتها بتروح الناس اللي في الشارع اللي في مدارس العنروا هل ده بيدي إحساس بالرضى؟ بس الواحد ما بيقدرش طول الوقت يعني يفكر بالطريقة دي يعني متعلي برضو الواحد لو عنده حتى لو هي مشاكل بسيطة ساعة ما بتحصل بيحس برضو إنها ممكن تكون مدائقة كبيرة بالزبط كده لأنه كل واحد يعني في الموقف ده بيحس إنها بيحس إنها كبيرة بس هي حتى الناس اللي جوه الأزمات اللي هم عايشين الأزمة نفسهم عندهم قدر من الصلاة النفسية والريزيلينسي إنهم حتى في الوقت ده بيقدروا يعملوا حاجات كويسة يعني شفنا المبنى المدنى المهدودة والناس بيصلوا تحتيها برغم إن الموقف يعني حزين جدا بس هم في وسط ده قدروا يعملوا حاجة إيجابية وهم عايشين في الموقف فإحنا متهالي لطبيعي إن إحنا برضو في وسط اللي بيحصل ده كله إن إحنا نقدر نعمل الحاجات اللي إحنا كنا بنعملها وبنمارسها وده ما يقللش خالص من إن إحنا متعطفين أو مهتمين